إعادة بناء الثقة بين لبنانيين ودولتهم أمام امتحان بعد أن تبدأ الحكومة بالعمل وتنظر في الإصلاحات والمشاريع المنتظرة للنهوض بالبلد مجددا إلا أنه قبل هذا الامتحان فإن الحكومة على موعد مع جلستين في مجلس النواب لتأخذ ثقة السلطة التشريعية قبل المباشرة بأعمالها الكتل السياسية سجلت ملاحظاتها والتي ستناقشها أمام الرأي العام قبل أبداء موقفها إن كانت ستعطي الثقة للحكومة أو ستحجبها عنها كتلة المستقبل ستعطي الثقة للحكومة لأن هناك ثقة برئيسها سعد الحريري وبالتعاون بين الرئيسين ميشيل عون والحريري وبحسب النائب محمد الحجار فإنها الفرصة الأخيرة للبلد للخروج من المأزق الذي هو فيه ولمواجهة كل التحديات مشيرا إلى أن هناك نقاط في البيان الوزري ستأخذ لبنان إلى شاطئ الأمان إذا ما كانت نوايا البعض صادقة تكتل لبنان القوي سيعطي الثقة لأنه يعول على هذه الحكومة ومع إعطاء الفرصة وبحسب النائب لاعون فإن هذه الثقة ليست شكا على بيض ولن تدوم طويلا إذا لم تكن الحكومة انتاجية وتقوم بما هو مطلوب من إصلاحات أما كتلة الجمهورية القوية فبحسب المصادر ستعطي الكتلة الثقة مع إبقاء تحفظها على البند المتعلق بالدفاع عن لبنان كتلة اللقاء الديمقراطي وبحسب النائب هدي أبو الحسن فستعطي الثقة للحكومة إلا أن هناك ملاحظات على البيان الوزري ستطرحها خلال الجلسة والمتعلقة بمقاربتها لعملية الإصلاح أما كتلة الوفاء للمقاومة وبحسب مصدر النيابي فإنها ستعطي الثقة وإلا لما انتظرت طويلا لتشكيل الحكومة لافتا إلى وجود عنوين عريضة ستطرحها للعمل عليها أما كتلة التنمية والتحرير فهي مع إعطاء ثقة مشروطة بالإنجازات بحسب مصدر النيابي الذي شدد على ضرورة أن تكون هذه الحكومة حكومة أفعال وليس أقوال موقف كتلة نواب حزب الكتائب سيعلن خلال الجلسة مع رفض نائب نديم لجميل الإعلان عنه قبل نعقادها مشيرا إلى أن الطريقة التي تم خلالها تشكيل الحكومة وتدعياتها ليست صحية كتلة نواب الأرمن ستصوت خلال الجلسة لإعطاء الثقة إلا أن النائب هاكوب ديرازيان فقد شدد على أن حق الثقة وحق المسائلة سيبقى مطروحا حتى بعد إعطاء الثقة كتلة ضمانة الجبل أكدت أنها ستعطي الثقة وسيكون لها مواقف خلال الجلسة بحسب النائب ماريو عون الذي شدد على ضرورة الانطلاق إلى العمل أما كتلة الوسط المستقل التي أيضا ستعطي ثقتها للحكومة فستعلن خلال الجلسة بلسان النائب علي درويش عن عتابها لعدم تمثل الطائفة العلوية في الحكومة موقف كتلة التكتل الوطني هو أعطاء الثقة مبدئيا في حين تنتظر الكتلة القومية الاجتماعية أن تجتمع صباح الثلاثاء للخروج بقرار من أعطاء الثقة أو حجبها إلا أن الاتجاه هو أعطاء الثقة ترجمة نانسي قنقر